دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بيزور النهاردة محافظة سهاج لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة ومشاركة طلاب الصف الأول الثانوي في استخدام التابلت في أول تجربة عملية لتطبيق آلية نظام التعليم الجديد تتضمن جولة وزير التعليم اللي بيرفق خلالها الدكتور أحمد الأنصاري محافظة سهاج زيارات تفقدية لعدد من المدارس التعليمية الدولية والتجربية والحكومة والخاصة يليها ندوى حول دور التعليم في رؤية مصر للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين زيارة وزير التعليم لمحافظة سهاج بتأتي بعد زيارة اللي قام بيها من أيام لمحافظة بورسعيد وتفقد خلالها بعض مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية واستخدام الطلاب للتابلت